السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الأعزاء في كل مكان أسعد الله أوقاتكم أسعد الله قلوبكم بكل خير ويمن وبركة اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبي قلوبنا ونورها وطبها وشفائها محمد صلى الله عليه وسلم اسمعنا الصلاة عن النبي بعد الصلاة على النبي أما بعد موضوع حلقة لهذا اليوم وقايا أكثر منه علاج في الأيام السابقة في الأشهر السابقة وصل إلي العديد من الحالات عبر الفيسبوك أو عبر الواتس أو عبر المراسلات من العديد من المتابعين سواء من غزة أو من الضفة أو من خارج فلسطين وكانت الأعراض كالآتي الأعراض هي سميها كيف ما شئت في النهاية هذه الأعراض هي أعراض فيروس يطلق عليه إما الكنكر أو يسمىه البعض كناري بوكس سميه كيف ما شئت أنا غير معني بالاسم بقدر ما أنا معني بعملية الوقاية من هذه الأمراض يعني في هذا الفيديو ستجد في نهاية الفيديو صفحة مكتوبة بها علاج وقاية وليس لنهائي بداية الوقاية الوقاية عزيز المتابع الكنكر أو الكناري بوكس أو هذه الفيروسات لا تظهر في المزرعة فجأة يعني أي إنسان محافظ على طيره ويتابع طيره أولا بأول لن يظهر عنده هذا المرض ولن يصيب طيره هذا المرض نهائيا طب كيف يأتي هذا المرض؟ هذا المرض يأتي عن طريق شراء عصفور مريض شراء عصفور مريض كناري مستورد كناري مستورد إذ أن الكنانير المستوردة هي التي تجلب هذا المرض الكنانير الكناري المستورد مثل الأجي اليوكشير الكريس الأنواع المستوردة الرد فاكتور المصبوغ أو أي طيور اختلطت بطيور مستوردة الوقاية عزيز المتابع إذا قمت بشراء أي كناري لا تتفائل كثيرا بأن هذا الكناري ثمنه باهظ وله صدر البيت والمزرعة لها العتبة اطلع المزرعة بره وضعه داخل المزرعة فهو كناري غالي الثمن ويجب أن يكون في صدر البيت لا عزيز المتابع أي كناري تأتي به من الخارج فله بيت الدرج فله مكان للعزل فيجب أن يحشر وأن يعزل واحد وعشرين يوم ثلاث أسابيع قبل أن يدخل المزرعة قبل أن نقول يا ريت اللي حصل ما حصل يا ريت اللي جرى ما كان تمام عزيز المتابع هذا كلام من ذهب اعرف من ذهب هذا كلام من ذهب العديد من الناس خسرت مزارع بالكامل بسبب عدم عزل ما يشترونه عن مزرعتهم إذن أي طير إذا شرناه يجب عزل هذا الطير عن المزرعة واحد وعشرين يوم خلال واحد وعشرين يوم ما ظهرت الأعراض الآتية ألا وهي فتح الفم المتكرر عند الكناري ألا وهي بروز حبوب حول عين الكناري أو حول الفم حول الفم أو حول العيون كما سنرى في هذه الصورة تمام الصورة المرفقة يعني الآن نزلت هذه الحبوب إذن فتح طبعا بعد ظهور المرض خلال ثلاث أو أربع أيام يموت الطير يكون الطير صلب قوي يغرد أنثى تطعم لا أعراض فجأة تجد أن الطير ظهرت عليه الأعراض ثلاث أربع أيام يموت فترة الحضانة من أسبوعين إلى ثلاث أسابيع يعني الفكرة عمليا هو لم يمرد في ثلاث أيام هو دخل في عملية حضانة نستورد الطيور من الخارج قوية تغرد ونفرح بها ندخلها داخل المزرعة وقد نزاوج بعض الذكور لبعض الإناث ويعطيني بايض مخصب وبعد عشرين يوم تبدأ المصائب تبدأ تظهر الأعراض على الكنار المستوردة التي شريناها أو على طيورنا وتبدأ سلسلة من المرض التي تجر بعضها بعضا إلى أن تنهي المزرعة نهائيا العلاج أو أقول الوقاية من المرض قلنا العزل العلاج والذي هو يعني ليس بالعلاج النهائي ولا يقضي على المرض وإنما هو كمن غرق ويتشبث بشيء في الماء أي شيء ينقذ ما يمكن إنقاذه من هذه الفيروسات هنا الورقة ستنزل طبعا أو يعني في نهاية الفيديو ستكون مكتوبة الورقة تمام أو العلاج ولكن المهم هو الفيتامينات فيتامين ألف دالها أي فيتامينات يوصى بها رافعة للمناعة هي الوقاية والعلاج لهذا المرض طبعا أعزائي المتابعين لو أن أحد الأشخاص وقع ووقعت الفأس في الرأس كما يقوله والمرض انتشر في مزرعته ماذا يفعل أولا كل الطيور التي لا يظهر أو لم يظهر عليها المرض يجب عزلة في مكان آخر وإعطاءها فيتامينات رافع مناعة هادي مين التي لم يظهر عليها المرض إعطاءها فيتامينات رافع مناعة إلها ستقول لي تحتها فروخ تحتها كذا الأمر أصعب من الفروخ وأصعب من الإنتاج يجب بضع رافع مناعة لها أو يعني تعقيم المكان بأحد المعقمات الممتازة وعزل طيور المريض إذا كانت هذه الطيور منتجة عزل المريضة عنها وتعقيم المكان المهم أن هذه الطيور غير المريضة التي لم يظهر عليها المرض إعطاها فيتامينات رافع مناعة تمام طيور المريضة طيور المريضة سنعطيها الخليط الموضح في الورقة اللي هو عبارة عن 4 سانتي لينكومايسين 2 سانتي ديكساميثازون و2 سانتي تايلوجيكت هذا سيعطى عن طريق الفم للطائر المريض جدا تعبان نقطة في الفم كل يوم صباحا نقطة واحدة فقط ولمدة 4 أيام وقد نعطيه في المشرب 5 أو 4 نقاط على نصف المشربية لأن أعراض المايكوبلازما تشبه أعراض الكانكر تشبه الأعراض تشبه بعض اللينكومايسين 4 سانتي لأن اللينكومايسين يعالج المايكوبلازما خلطنا معه 2 سانتي تايلوجيكت و2 سانتي ديكساميثازون إذن نقضي على أعراض الرشح ديكساميثازون يعطي الطير قوة تمام إلى مدة 4 إلى 5 أيام ستتوقف النهجة سيتوقف هذا الأعراض نعطيه بعدها فورا رافع مناعة فيتامينات رافع مناعة هذا للطيور المريضة للطيور المريضة كان هذا الموضوع عن الفيروسات أو عن الكنكر أو ما يسمى الكناريبوكس أو إذا كانت مايكوبلازما لأن في النهاية التشخيص هو أصعب في هذا الموضوع تنتهي المزرعة تكاد تفنى المزرعة ولا يصل المربي إلى التشخيص إذن إليكم هذا المجز أسأل الله أن أكون قد وفقت في نقل هذه المعلومات لا تنسى اللايك لا تنسى الاشتراك في القناة كنت تراني للمرة الأولى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته